لكن استوقفني موضوعين في القرى المصرية خلال الفترة الأخيرة وفي موضوع ودايما برنامج الأهل الليلة بيبقى ليه الصبق في الحديث في هذه الموضوعات ودايما بنتكلم بورق لكن أنا لفت انتباهي حاجة غريبة شوية لما وأشرحها بالمعنى الدارج أو بالمعنى اللي هو البلدي اللي ممكن أي حد في الشرع يسمعنا عيفهمني على طول لما تحب بتطلع عمارة بتطلع سلمة سلمة أو بتطلع من الدور الأرض للدور الأول للدور التاني طريقك بيبقى واضح ومعروف وسهل لكن عبرك شفت حد نط من الدور الأرض للدور التاني أو طلع من الدور الأول للدور التالت استحالة أنا بقول الخياس أو التشبيه ده ليه لأن أنا فجأت بعدد من أعضاء اللجنة الخماسية أو تحديدا دكتور جمال محمد علي طلع في تصرحات خلال يومين اللي فاتوا بيتكلم على فكرة ليحة شؤون اللاعبين للموسم القادم أولا مبدئيا طبعا لسه أتكلم عن الليحة أو المنشور القيد اللي تكلم عليه الدكتور جمال محمد علي نياب رئيس اللجنة الخماسية أولا هذا القرار أو هذا المنشور ما كانش قرار اللجنة الخماسية ده بداية يعني القرار اللي صدر أو المنشور اللي اتبعت للأندية في شهر 7 2019 ما كانش اللجنة الخماسية جات بل التوقيع والأختام اللي موجودة على منشور القيد كان وقتها للعميد سرط سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد القرى وقتها فأولا قرار شؤون اللاعبين اللي اتخذ وقتها ما كانش قرار اللجنة الخماسية لكن أنا لفت الانتباهي في البداية إن اللجنة الخماسية بتتكلم على موضوع ليه علاقة بالمسم القادم وأصلا ما وضعوش حلول وسيناريوهات للمسم الحالي يعني أنت راح تتكلم على المسم اللي جاي قبل ما تفكر في المسم ده طب خلص المسم الأول وفكر في سيناريوهات المرحلة الجاية وإزاي تحل معضلة نهاية العقود بالنسبة للعيبة في 306 وإزاي تحط حلول مع الأندية لفترة الجاية تدخل في سيناريوهات وحلول مع الأندية مع اللعيبة في مسألة تخفيض الرواتب في الفترة الجاية زي ما كل الاتحادات المعناية في العالم بتشتغل على ده وتتكلم في تفاصيل اللي هي علاقة بالمسم الحالي نخلص ده الأول ونبدأ نتكلم عن المسم اللي جاي لأن كمالنا مريجي نتكلم عن المسم اللي جاي مش هتكون اللجنة الخماسية هي اللي موجودة يعني احنا بنخش في تفاصيل اللجنة الخماسية لما نوطة بتفاصيلها ولما نوطة بمنقشتها ولما نوطة بيوضع بنود أو قرارات متعلقة بمسابقات قادمة فبالتالي الأمر برمته بعيد تمام البعد عن اللجنة الخماسية في التوقيت الحالي طيب أنا هذهب معاك وهتكلم عن القرار لكن انتقاد للقرار اللي معظم الأندية انتقادته ما كانش قرار اللجنة الخماسية بأكد على ده يعني اللجنة الخماسية أنا فجئت مثلا في إحدى المواقع منشور خبر وتصرحات في بعض البرامج من خلال ان احنا هنطبق هذا المنشور من المسم القادم خلاص شرحنا وفكرة ان المسم لسا حدش عارفها يبدأ امتى ولما نتكلم في المسم ده ونخلصه ازاي لكن انت بتتكلم في منشور قيد مبعوط في شهر سبعة العام الماضي من إدارة تنفيذية في وقتها خدت قرار ما كانش تم شرحه للناس ما كانش تم استطلاع أرائي الأندية في هذا الموضوع وحتى لما تم نشره تفاصيله كلها مش واضحة هيكون معاكم على الشاشة وعن نستعرضه لان احنا استعرضناه على فكرة من أقل من 8 شهور أو 9 شهور كلمنا فيه وقت ما خرج لكن ما علينا اللجنة الخماسية اتكلمت فيه وهو أمره أكيد يعني هي غير منوطة به وغير يعني ليس لها علاقة به أساسا لان حتى لما ييجي تطبق المسلم اللي جاي مش هتكون اللجنة موجودة هتيجي ناس تانية عندها استراتيجية تانية عندها أفكار تانية هتسمع الأندية لكن مثلا انت عايز تعتمد على هذا المنشور وعايز تطبقه أوكي أنا معاك في ده بس هل انت في هذا المنشور اللي اتخذته الإدارة التنفيذية اللي قابلك هاتك الموضحة فيه ايه هو اللي هيتم لا مش موضحة يعني قالت ايه مثلا في اللاعبين الأجانب ألف يصبح بقيد عدد أربع لعبين أجانب كحد أقصى في كل نادي من أنديت القسم الأول اسوة بالموسم الماضي علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من موسم الجديد عشرين 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 وواحد وعشرين أيوة هيتم التقليل كام ما قالش يعني أنا عندي أربع لعبين أجانب مثلا السنة الجاية هيتم هكام تلاتة اتنين واحد ما قالش أولا أنا بدي قرار زي ده لو اللجنة الخماسية عايزة بقى تطبق لوائح الفيفا بجد وهي لجنة معينة من الاتحاد الدولي ألف بيه لما تشوف منشور زي ده هي ألف بتعدله من نفسها لو حابة يكون لها دور في ده وأصلا هي المفروض ما لها دور في ده لأنها أصلا غير منوطة بمناشة هذه الموضوعات هي لها أدوار تانية الاتحاد الدولي كان نكلفها بيها لكن ما علينا عدد الأجانب أربعة من السنة الجاية يا أبو كام مش محدد في المنشور أنت هتخليهم تلاتة ولا اتنين ولا واحد تمش فيه عقود منضية مع لعيبة تم التعاقد معها من الموسم الحالي أو الموسم الماضي هذه العقود قد تمتد لثلاث سنين أو أربع سنين زي الحارس الأجنبي اللي كان موجود في فترة من الفترات لما اتخذ قرار بعدم استمرار الحارس الأجنبي قاله وقتها الكل يوفق أوضعه وبعد نهاية مدة العقود ما فيش حارس أجنبي ممكن يتم التعاقد معه أو ما فيش حارس أجنبي هيتم استخدامه ليه الدوري المصر لكن هنا في هذا المنشور أنت عندك تفاصيل فضية مش واضحة فما تاخدش بيها القياس وقول ده هتطبقه لا لأ أنت لو عايز تشتغل للصالح العام عدل في ده الأول وبعكده أقوله هنعمل كذا ده إذا كان لك الصلاحية أنك تناقش ده طيب جزئية تانية متعلقة باللاعب الشمال إفريقي قالك يا قوز قيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللعب الأجانب على أن تطبق هذه المادة موسم 2019-2020 فقط ويعامل معاملة المصريين طيب اللعب الفلسطيني أو السوري أو الشمال إفريقي الفترة اللي جاية هتخليهم اتنين ولا تلاتة ولا هتلغيهم طيب هل هتقلس عدد الأجانب عشان ترفع عدد الشمال الإفريقي أو اللعب الشمال الإفريقي يكون تلاتة أربعة الرؤية برضو مش واضحة يعني حتى لما قالوا عن طبق ده أنت ما وضحتش رؤيتك في الفترة الجاية هل هيزيد العدد اللعب الشمال الإفريقي عشان يكون اتنين تلاتة وتقلص الأجانب فتخليهم الإفريقي واحد أو اتنين بس الليحة أو منشور القيد اللي اتبعت في الفترة دي في شهر سبعة 2019 والموقع من العميد سروة سويلم ما كانش واضح المعالم ومحدش نقشه لأنك كانت فيه تغييرات بتحصل في الاتحاد لكن المفاجأة بالنسبالي أن يتم طرح هذا الأمر من جديد على موسم أساساً محدش عارف هيبدأ إمتى لأنك أصلاً لم تطرح فكرة الموسم الحالي كيف ومتى سينتهي فمندخل نفسنا في ملفات وفي قضايا مش في وقتها ولما بتتناقش بتطرح بشكل غلط وما بتطرحش بشكل قانوني وما بتتشرحش للأندية وللناس بشكل علمي وفي النهاية هتكبد الأندية خسائر مادية كبيرة جداً 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 في توقيت أي نادي أساساً بيدور على أي جنيه زيادة عشان يقدر يوفر فيه المبالغ اللي ممكن تصير في الفترة اللي جاية يعني أنت في توقيت ما فيش نشاط وتعليق مباريات وفي خسائر متوقعة تاخد قرار زي ده عشان تشوف المرحلة الجاية تبقى زي ده أنت بتخسر الناس أكتر أكتر يعني أكتر وأكتر فبالتالي كلام مش مفهوم وكلام مش طبيعي وكلام مش قانوني وأتمنى اللجنة الخماسية لا تناقش هذا الأمر الفترة الجاية وتهتم بكيف ينتهي الموسم ومتى ينتهي الموسم والكيفية الممكن الموسم ينتهي من خلالها تترك هذا الأمر لمجلس إدارة الاتحاد القادم لكي يناقشه مع الأندية إذا تم إنشاء ربطة الربطة تناقش هذا الأمر مع الأندية لأنه أمر يخص الأندية في المقام الأول شكرا